موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اهلا بكم استقبل صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان صاحبة السمو الملكية الأميرة موضي بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي وصاحبة السمو الملكية الأميرة سارة بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز عضو مجلس إدارة الجمعية ومدير هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المهندس ظافر الفهاد وشهد الأمير توقيع اتفاقية بين جمعية لزم وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان لتطوير العمل التطوعي وتعزيز ثقافة لدى الشباب والفتيات ورسم الخطط الاستراتيجية والتنفيذية له التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء المهندس عمر الحسين واستمع سموه إلى شرح عن المؤسسة وأهدافها في خدمة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وتمكينهم عبر تحسين جودة حياتهم ودعم استقرارهم الحياة والاجتماع ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع والإسهام في تنمية الوطن كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بسفير جمهورية السويسر الاتحادية لدى المملكة الدكتور أندري شالر الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من جولة العروض التعريفية لمؤسسة ميسك التي تقام على مدى يومين بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة تبوك مراسل أخبار السعودية الزميل محمد الرحيل أهلا وسهلا بك محمد وحدثنا عن هذه الفعالية محمد نعم أهلا وسهلا بك زميلي نتواجد طبعا هذه هي الجولة الرابعة لجولة ميسك وهي إحدى فعاليات مؤسسة محمد بن سلمان ميسك والتي تسعى من خلالها للوصول إلى الشاب السعودي الطموح وتقديم مسارات وبرامج مؤسسة ميسك للطاقات الإبداعية بهدف التحفيز وتمكين وصناعة الأثر في مناطق المملكة اليوم هذه الجولة تتواجد في منطقة تبوك نتعرف أكثر على هذه البرامج مع ضيفي الأستاذ عبدالعزيز الموينع وهو مدير الاتصال المواسسي في مواسسة ميسك أهلا وسهلا بك أستاذ عبدالعزيز اليوم في تبوك يعني مرور عشر سنوات على تأسيس مواسسة محمد بن سلمان ميسك حدثنا عن هذه الجولة وعن أهداف مواسسة ميسك يطرق العافية محمد وشي شرفتونا وشكرا القناة السعودية على تواجدهم اليوم بالفعل زي ما تفضلت اليوم جولة ميسك هي عبارة عن أو خلينا نقول امتداد أو بالتوازي مع احتفال المواسسة بمرور عشر سنوات على تأسيس المواسسة عشر سنوات من الشغف عشر سنوات من الإبداع عشر سنوات من التمكين عشر سنوات من الإبداع اللي متواصل من شاب وشابات المنطقة مش المنطقة المملكة العربية السعودية بشكل عام المؤسسة اليوم جاءت من خلال رؤاس مسيدي الله يحفظ الأمير محمد بن سلمان اللي استقاها من والد ومولاه خارمي الشريفين باهتمامه بالقطاع الغير ربحي ويعادة تعريف القطاع الغير ربحي بطريقة مختلفة لتكون قطاع معرفي لنشر المعرفة ورفع مستوى المعرفة للشاب والشابات الاستفادة منهم في المستقبل اليوم الجولة جت عشان تبرهن على هذا التوجه تؤكد على أن مناطق المملكة محل اهتمام سمو سيدي الله يحفظه من خلال تواجدنا في منطقة تبوك اليوم الجولة عبارة عن ثلاثة أقسام رئيسية القسم الأول اللي نقف فيه اليوم معرض الصور اللي أمامنا يحكي قصة عشر سنوات منذ التأسيس من 2011 إلى اللي وصولنا اليوم مع المستقبل بحول الله تعالى واللي هو خلال مدينة مسك اللي هي أول مدينة غير ربحية على مستوى العالم تؤسس بهذه الطريقة بهذه الكيفية يصاحب هذا المعرض المسارات الأربعة مسك الريادة ومسك المهارات ومسك المجتمع ومسك القيادة كلنا حسب المسار في توجيه البرامج التدريبية بتوجيه الورش العمل اللي هي موجودة عندنا في الخلف أضف إلى ذلك المسرح اليوم اللي يستضيف كثير من المتحدثين يستضيف كثير من أصحاب التجربة والملهمين كثير من الناس اللي حاولون ينقلون تجربتهم للشاب والشابات يقولون لهم ترى اليوم أنت قادر أنك تغير أنت قادر تصنع الفرق بشكل مرة كبير وهذه رسالة طبعا نوجهها لشباب وشابات المنطقة يشرفوننا بزيارتهم اليوم ويستفيدون حتى من الورش اللي موجودة عندنا ورش على مدار اليوم ومدار الغد يعني واحدة من الورش هي عبارة عن عيادة السيرة الذاتية مساعدة الخريج سواء من الثنوي أو من الجامعة لإعادة سيرة الذاتية وكتابتها بطريقة تساعد على الحصول على وظيفة بطريقة احترافية وتقدم بشكل مجاني حتى لكل المستفيدين وندعوهم أن يكونوا متواجدين معنا جميل أستاذ عبد العزيز يعني اليوم حتى من خلال هذا المعرض نشاهد أن مؤسسة ميسك لها مشاركات يعني على مستوى منتدى الرياض على مشاركات الفنية في 11 مدينة حول العالم حديثنا عن هذه المشاركات مدى فائدة الشاب السعودي من هذه المشاركات ممتاز جدا زي ما تفضلت هذه نموذج من المشاركات التي تواجدت فيها ميسك طبعا خلينا أعطيك العدد الإجمالي بشكل أكبر اليوم نتكلم عن حوالي 6 مليون مستفيد من خلال 10 سنوات وهذا عدد مرة كبير لما نتكلم على 10 سنين متصاعدة وتراكمية في الفائدة في المشاركات كبيرة في أكثر من 50 دولة أو 55 دولة تقريبا ولأن التركيز على شباب وشبات المملكة المشاركات تكون داخل المملكة بشكل كبير وتساهم لاكتشاف المواهب اللي فعلا راح يصنعونه المستقبل بحول الله تعالى الورش المقدمة أو الجلسات الحوارية أبرز ما استهدفتم خلال هذه الجلسات التي سوف تبدأ بعد قليل ممتاز يمكن الورش نتكلم عن التجارب الشخصية استضفنا العديد من المؤثرين في المجالات الأربعة اللي ذكرناها فعلا يحكي تجربته كيف بالنجاح سواء كريادي أعمال كمسك المهارة ككثير من القطاعات اللي احنا نركز فيها في الجلسات الأخرى اللي ينصدف من خلالها خبراء خبراء سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي أو القطاع الثالث الغير ربحي لتقديم حتى النصائه وتقديم استسليط الضوء على الفرص اللي متاحة للشاب والشابة وكيفية تحقيقها وممكن تصحيح مفاهيم لأن اليوم كثير من هذه الورش اليوم تعقد والجلسات فعلا توصلك المعلومة بالشكل والمكان الصحيح ولاحظ هناك يعني محورين أو نقطتين رئيسية في هذا المعرض شدت انتباش ويعني الشغف والتمكين كيف ممكن أنه نشعل شعلة الشغف لدى الشباب في تمكينهم للحصول على المشاريع يستطيعون من خلالها يعني مواكبة العمل في القطاع الثالث محمد انت لمست أحد أهم أساسيات القيم الداخلية الموجودة في ميسك انت اليوم كمنسوب من منسوبين ميسك لازم يكون عندك الشغف ولازم يكون عندك التمكين هذا الأمرين طبعا من ضمن القيم اللي نؤمن فيها كمنسوبين ميسك إذا لم يكن هناك شغف ما فيه إنجاز إذا لم يكن هناك تمكين ما فيه إنجاز فاليوم الشاب وشابة إذا ما هو شغوف وما هو قادر وما هو مؤمن في التحول اللي قاعد يصير في المملكة بشكل عام فأنا توقع يعني يجب أن يعيد النظر في نفسه التمكين اليوم أبواب التمكين مرة مشرعة وكبيرة جدا سواء من خلال المؤسسة أو من خلال الجهات والقطاعات الأخرى فاليوم ما فيه عذر الشاب اليوم وشابة اليوم بلدكم يطلب منكم هذا الأمر بلدكم يطلب منكم الشغف والتمكين هو مقدمة لكم بكل طرقة وإن شاء الله متوفر وبحول الله تعالى قادرين على صنع الفرق زي ما قدرنا على صنع الفرق في أمور كثيرة لأن السعودي ترى دائما سكفة عالي ما في حد السعودي دائما نظرته فوق بالتأكيد نظرة السعودي دائما فوق هام السحب شاكرين تواجدك سيد عبد العزيز مدير الاتصال المؤسسي في مؤسسة محمد بن سلمان ميسك شاكرين تواجدك وعلى هذا الشرح الوافي والكافي عن هذه الجولة شاكرين لك شكرا لكم محمد شكرا للسعودية شكرا لكم نعم زميلي كان هذا حديث ضيفي حول الجولة الرابعة لمؤسسة محمد بن سلمان ميسك والتي تبدأ اليوم من الساعة تبدأ الجلسات الحوارية من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء أيضا غدا في نفس التوقيت من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء هذا كل ملادينا عودة إليك زميلي استوديو نعم إذن مراسل الإخبار السعودية من تبوك الزميل محمد الرحيل شكرا جزيلا لك محمد وردوك الكريم اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعر بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على دور الرئاسة العامة للحرمين الشريفين لتمكين المرأة العاملة بالمسجد الحرام وتطوير ورصد كل ما يخصها وذلك خلال لقائه مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود العبود ووكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورا الدويبي ووكيل الرئيس العام لتمكين المرأة بالمسجد الحرام مرام المعطاني وشهد سمو أمير منطقة القصيم توقيع مذكرة تعاون بين جمعية الملك عبد العزيز الأهلية النسائية عون ومصنع الملابس والتجهيزات العسكرية التابع للمؤسسة العامة العسكرية بالرياض لإطلاق مصنع عوين الذي يهدف إلى تدريب منسوبات الجمعية على صناعة البدل العسكرية والإشراف على مصنع الإنتاج الخاص بالجمعية وتقديم الاستشارات أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة خلال لقائه رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري أكد أهمية دور وأعمال الديوان مثنيا على الجهود المبذولة من قبل الدكتور العنقري والعمل على تطوير عمل الفرع أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة حائل أهمية دور الجمعيات التعاونية وأهدافها مستعرضا المزايا النسبية في المجالات السياحية والزراعية والفرص الواعدة والجاذبة في حائل جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله كدمن ونائبه وأمين المال للمجلس وأعضاء المجلس وممثلية الجمعيات بالمملكة اليوم لدينا في هذا الوطن العظيم مؤسسات تمثل القطاع الثالث قادرة على تقديم نفسها بالصورة المطلوبة الجيدة لديها من الحوكما هو وإدارة العمل شيء ترى فيه بصيص من النضوج اليوم نبحث على إيجاد الصورة التكاملية لهذه الجمعيات التعاونية أنا أعتقد أنها لعبة أدوار كبيرة لا شيء ما لدينا في حائل لعبة أدوار في إخراج جزء من ممتجات حائل أن يكون موجود بقوة وأدارة دشنا صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل 26 مشروعا بلديا بتكلفة تجاوزت 386 مليون ريال في عدد من مدن ومحافظات ومراكز المنطقة وستسهم المشروعات في رفع مستوى جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة والمشهد الحضري ودعم المناشط الاقتصادية وإيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مستدام كما تفقد أمير المنطقة مراحل تنفيذ المشروع طريق مرحبا ألف اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية خلال ترأسه الاجتماع التاسع للجنة الإسكان التنموي على الملخص التنفيذي لأعمال وأنشطة برنامج الإسكان وحالة المستهدفات وتحديث لحالة المشروعات في المنطقة وناقش الاجتماع تحديد الاحتياج للإسكان التنموي واطلع على عدد الأراضي المخصصة له وبحث تحديد آليات التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء البرنامج دشن صاحب السمو الملكي الأمير السعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة أعمال النسخة السابعة من برنامج السفراء الوسطية الذي تنظمه جامعة طيبة بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية تحت شعار الوطن حياة بمشاركة أربعين جامعة وكلية وأكثر من مئة وستين طالبا وطالبة والتقاسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي وذلك بمناسبة تحقيق الإمارة شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمات المستفيدين حياك وشهد الأمير السعود بن خالد الفيصل تسلم أمل عسيري وبدر المحمدي شهادة حياك نيابة عن منسوبي مركز الخدمات الحكومية الشامل في الإمارة تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال موسم حج 1443 للهجرة واستعرض خلال لقائه مدير عام الفرع الدكتور علي العنزي مشاركة الفرع لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم والاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية ليؤدوا نسكهم بالطريقة الشرعية الصحيحة من جانب آخر بارك سمو أمير منطقة الجوف لنادي القريات الرياضي حصول فريقه الأول لكرة القدم على بطولة دور منطقة الجوف الحدود الشمالية وتأهله للتصفيات المؤهلة لدور الدرجة الثالثة وأكد الأمير فيصل بن نواف خلال لقائه رئيسة وأعضاء مجلس إدارة النادي أن ما تحقق من إنجاز دليل على ما تزخر به أندية المنطقة من مواهب متميزة التقى صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران قائد قوة شرورة اللواء ركن عبد الله سبعي راجيا له التوفيق بخدمة الدين ثم المليك والوطن رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة فعاليات الملتقى السنوي السادس للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بجدة تحت شعار تعزيز النزاهة أولوية وطنية ودشنا محافظ جدة معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع جدة 2023 الذي نظمته إدارة تعليم جدة بمشاركة أكثر من أربعمائة مشروع بحثي علمي للطلاب والطالبات ناقش صاحب السمو الملكية الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف مع رؤساء وأهالي مركزي الشفا والهدى الخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية للمواطنين في المراكز والقرى التابعة لها والخطط المستقبلية لتطويرها جاء ذلك خلال جولاته التفقدية للمركزين وإطلاعه على المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والخطط المستقبلية لتطويرها ووقوفه على الخدمات المقدمة للأهالي أحبطت المدرية العامة لحرس الحدود محاولات تهريب 29 طنا وكيلوين من نبات القاتل المخدر وطن 766 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر في أربعة مناطق خلال الفترة من التاسع إلى الثلاثين من الشهر الخامس لعام 1444 الهجرة وقبضت على مهربيها وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص وللمزيد مشاهدين الكرام حول هذه الضبطية ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مصفر الجريني أهلا وسهلا بك عقيد مصفر ومساك الله بالخير وبداية نطلعنا أكثر عن هذه الضبطية نصي عليك أخوي سلمان وعلى جميع المشاهدين ومشاهدات وأشكر لكم هذه السباقة ولله الحمد ومن خلال المتابعة الأمنية لشبكات تحريب المخدرات وترويجها تمكنت الدوريات البرية لحرص الحدود في مناطق نتران وجازان وتبوك وعسير وخلال الفترة من التسعة حتى ثلاثين من شهر خمسة من عام الفردانية وارضة واربئة الهجرة من إحباط محاولة تهريب تسع وعشرين طن ومئتي كيلوغرام من نبات الزافة المخدر وطن وسبعمائة وستة وستين كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر وفضلت الله الحمد على مهرديها وعددهم ثلاثين واحد وستين متهم منهم ثلاث وعشرين مواطن وثلاثمائة وثلاثين مخالف لنظام الحدود وهم 261 من الجنسية اليمنية وسبعين من الجنسية الاتيوبية وثبعين من الجنسية الاريترية وجعل استخمار الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمهربات لجهات الاختصاص وللله الحمد تعود هذه النجاحات وتحقيق هذه القضيات إلى ما وصلت إليها وزارة الداخلية وقطاعات الألمية والجهات المعنية من تناظم وتنسيق وتعاوم وهذا طبعا بفضل الله هو أساس المجاح في القضاء له أولا المهربين والمروجين بإذن الله وهذه القضيات ترجمة للدعم المحدود من قبل حكومة الرشيدة يدرى لجميع القضاءات عقيد مصفر ما هي أيضا الرسالة التي توجهونها للمواطنين وكذلك للمقيمين حول هذا الموضوع ما في شك المواطنين والمقيمين يقع على تقهم دور كبير لا يختلف عن دور مهام رجال الأمن في الإبلاغ وعن هؤلاء المهربين المروجين إذا لديهم أي معلومات للجهات المعنية نعم إذن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرص الحدود العقيد مصفر الجريني شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ألزمت النيابة العامة مواطنا بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وتكراره الجريمة 43 مرة وإضافة إلى إلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير مشروعة البالغة أكثر من 55 مليون ريال وتغريمه أكثر من مليوني ريال ولتفاصيل أكثر مشاهدين الكرام عن هذا الموضوع من الناحية القانونية ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار القانوني والمحكم القضائي الأستاذ محمد الوهابي أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وكما طلعنا في ثنائي الخبر السابق تصدي النيابة لعمليات الاحتيال في سوق الأسهم أطلعنا أكثر عن هذه الأساليب ودور النيابة في متابعتها والتصدي لمثل هذه العمليات نعم أستاذ محمد إذن يبدو بأننا فقدنا الاتصال سوف نعاود الاتصال بالأستاذ محمد لاحقا إن أمكن تعاون بين الهيئة السعودية للمحامين وهيئة السوق المالية لإطلاق معايير اعتماد المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية وتأهيلهم ببرنامج تدريبي لتعزيز مستوى التخصص النوعي وذلك لزيادة كفاءة الترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية نتابع في إطار تطوير البيئة التشريعية للسوق المالية أطلقت هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحامين مبادرة معايير اعتماد المحامين متخصصين في قضايا الأوراق المالية والتي تهدف إلى تعزيز مستوى التخصص النوعي للمحامين في مجال الأوراق المالية والإنشطة المتصلة بها وزيادة كفاءة الترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بما يخدم تطوير السوق المالية السعودية والمشاركين فيها قالت هيئة السوق المالية إن هذه المبادرة تأتي امتدادا لمذكرة التعامل المبرمة بينها وبين الهيئة السعودية للمحامين لدعم مشاركة قطاع المحامة والاستشارات القانونية في مجال الأوراق المالية والأنشطة المتصلة بها ورفع مستوى كفاءة المحامين ومستشارين القانونيين المعرفية والمهنية في مجالات الأوراق المالية وتتضمن المبادرة عددا من المعايير المطلوبة لتصنيف المحامين المتخصصين في قضاء الأوراق المالية التي تقام أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية في مجال الأوراق المالية والأنشطة المتصلة بها كما تتضمن الحصول على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية أو اجتياز البرنامج التدريب المتخصص في التأهيل المورسة القانونية للأوراق المالية والمزمع إطلاقه من الهيئة السعودية للمحامين في الفترة القادمة هيئة السوق المالية ذكرت أنه تم الحصر الأولي لأسماء المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية الذي تنطبق عليهم معايير الاعتماد الخاصة بالمبادرة ونشرها في الموقع الإلكتروني لدليل قطاع المحامة والاستشارات القانونية التابع للهيئة السعودية للمحامين تحت صنيف المتخصصون في مجال الأوراق المالية والذي سيتم تحديثه باستمرار ليضم المزيد من أسماء المحامين الذي تنطبق عليهم معايير الاعتماد الخاصة بالمبادرة إذن وعودة مشاهدين الكرام لخبرنا عن إلزام النيابة العامة مواطن بإعادة 55 مليون ريال لتلاعبه على أنشطة السوق المالية للحديث أكثر حول هذا الموضوع نتناوله من الناحية القانونية ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار القانوني والمحكم القضائي لأستاذ محمد الوهيبي أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وكما شاهدنا في الخبر السابق تصدي النيابة لعمليات الاحتيال في سوق الأسهم يعني يطلعنا أكثر عن تلك الأساليب ودور النيابة في متابعة مثل هذه العمليات بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف النبي ومرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم طبعا مثل هذه الأخبار هي تؤكد الدور الكبير والدور الهامل الذي تقوم به النيابة العامة في رصد المخالفين في كافة المجالات أو في كافة القطاعات التي تكون تحت اختصاصها ومثل هذه الحالات هي من الاختصاص الأساسي للنيابة العامة وهي تسمى الجرائم الاقتصادية التي ينتج عنها التلاعب في الاقتصاد العام مما ينعكس طبعا سلبا على الاقتصاد أو الدخل للمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية طبعا الخبر جاء مبنيا على رفض مخالف قيامه بعدة عمليات من خلال السوق المالية مخالفة أو يوجد بها إيهام لمرتدي السوق بأن هناك طلب عالي على الأسهم أو هناك انخفاض في قيمة السهم أو ارتفاع في قيمة السهم وطبعا هذا يعتبر مخالف لنظام السوق المالي في المادة التسعة واربعين وهنا يأتي دور النيابة العامة في استكمال إجراءات التحقيقات والاستدلال وجمع المعلومات من خلال الجهات المختصة ومن ثم إحالتها إلى القضاء حتى شاهدنا ما شاهدناه اليوم في البيان الصادر وهو ثبوت الواقعة وإصدار العقوبة على الشخص طبعا هذه العقوبة تكون في الحق العام فقط أما للمتبرر بالحق الخاص فله طبعا إقامة الدعوة والمطالبة بالتعويض المالي بمعنى أن الاثنين مليون هذه العقوبة التي صدرت هي فقط في الحق العام بالإضافة طبعا إلى استرداد المبالغ المتحصلة من الجريمة وهنا أيضا يقع دور النيابة العامة في متابعة تنفيذ هذا الحق نعم هل مثل هذه المخالفة أستاذ محمد يكون المرتكب لها شخص واحد أم يكون تحت مظلة مؤسسة مالية أو أفراد آخرين مشاركين له أو من السهل التلاعب في مثل هذه العمليات مثل هذه الحالات على الأغلب أنها تكون من شخص واحد وقد يكون لديه شركاء ولكن في الأصل هم ليسوا شركاء هم ضحايا حيث أيضا قام بإهامهم بأنه خبير في مجال السوق المالية وأنه يقوم أو مصرح له أو مرخص له بالعمل في المضاربة في سوق الأسهم السعودي وإلى آخره فأيضا يقعهم ضحايا يعني أصحاب رؤوس هذه الأموال يقعوا ضحايا له ولكن هذا لا يعفيهم من العقوبة لو تبت فأنهم قاموا بالتكسب أو التحصل على مبالغ مالية ناتجة عن هذه الجريمة أو عن هذه المخالفة طيب هل هناك دور مثلا المضاربين في الأسهم أو من يرتدوا السوق للإبلاغ عن حالات مشابهة مثل هذه طبعا أكيد يعني دائما الجهات لدينا في المملكة العربية السعودية بكافة أنواعها ومن ضمنهم هي السوق المال هي وجود طرق إلكترونية أو وجود وسائل لتلقي الشكاوى والبلغات حتى في حالات الاشتباه يعني ليس شرطا أن يكون حالة متأكد منها مية بالمية ولكن إذا كان هناك اشتباه فواجب علي أنا أن أقوم بالإبلاغ عن هذه المخالفات لأنها تنعكس بشكل كبير تلبي يعني يمكننا شاهدنا على فترات متفاوط نشاهد أن هناك يحدث نزول قوي جدا في سوق الأسهم ومن ثم ارتفاع ومن ثم نزول جميع هذه أو غالبية هذه التذببات في السوق المالية تأتي ناتجة عن مثل هذه المخالفات وهؤلاء المتلاعبين والتي ولله الحمد أثبتت النيابة العامة أنها بالمرصاد لهم من خلال حتى الرفض قبل حتى وجود بلاغ أو شكوى إذن نتمنى التوفيق لنيابة العامة في متابعة هؤلاء المخالفين والفاسدين بشكل عام عبر الهاتف كان معنا المستشار القانوني والمحكم القضائي الأستاذ محمد الوهيبي شكرا جزيلا لك أستاذ محمد تقيم الإدارة العامة للتعليم بجدة فعاليات الملتقى السنوية السادس للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار تعزيز النزاهة أولوية وطنية احتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد نظمت الإدارة العامة للتعليم بجدة الملتقى السنوية السادس تحت عنوان تعزيز النزاهة أولوية وطنية هو من أحد أهدافه تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية عشرين ثلاثين لتدعو إلى تعزيز قيم النزاهة ومحاربة ومكافحة الفساد بجميع أنواعه تنوع المتحدثون خلال الجلسات الحوارية من منسوبي إدارة التعليم وأعضاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للحديث حول الأنظمة الرقابية يوم تحدثنا عن دور التشريعي التي قامت به المملكة العربية السعودية منذ من 2017 وحتى هذه اللحظة المسئوليات والصلاحيات التي منحت الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مؤشرات مدركات الفساد والتي تطورت بشكل كبير جدا أيضا دور المراجعة الداخلية داخل المصالح الحكومية والوزارات عندما تفعل كيف تكون أداة فاعلة في الحد ومكافحة الفساد تعزز التوعية بمكافحة الفساد في الأنظمة الحكومية من رفع مستوى المعرفة لدى منسوبي التعليم بالأنظمة والتشريعات ورفع مستوى المراقبة الذاتية والحد من المخاطر أبراربا هبري جدا يرعى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي مساء اليوم حفلة اتفاقية الشراكة منافع بين ثلاث كيانات اقتصادية بهدف تحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي على أرض الواقع في كلا المدينتين المقدستين ودعم الاستثمار فيهما وذلك بحضور ممثلين من 57 دولة يشهد منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية التي ستنعقد في الرياض في يناير المقبل نقاشا مكثفا للأنظمة التشريعية ولوائحها التنفيذية في مجال القطاع العقاري بما في ذلك النزاعات وآلية التحكيم العقاري وذلك عبر سلسلة من الجلسات وورش العمل التعريفية بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في أشياء العقاري انطلق معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع جدة 2023 الذي نظمته إدارة تعليم جدة بمشاركة أكثر من 400 مشروع بحث علمي للطلاب وطالبات مدارس تعليم جدة وذلك لتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية وآن المزيد حول هذا المعرض ينضم إلينا من جدة مراسل أخبار السعودية الزميل عبدالله الخرجي أهلاً وسهلاً بك عبدالله وحدثنا عن هذا الحفل في البداية مساء الخير عليك سلمان ومساء الخير على مشاهدي أخبار السعودية بالفعل سلمان لو تحدثنا عن انطلاقة هذا المعرض ومعرض إبداع جدة 23 يتحدث هذا المعرض عن مشاركة أكثر من 400 بحث علمي تقدم داخل إدارة تعليم جدة وإدارة الموهوبين في جدة وتعتبر هي نواة لمشاريع سوف تكون هي واصلة إلى المراحل النهائية في الأممبيات الدولية في العالم نتحدث عن العمل الكبير الذي تقوم فيه إدارة تعليم جدة بإطلاق هذا المعرض المعرض سيشارك فيه عدد كبير من الطلاب وتم الحراك فيه خلال الأيام السابقة للوصول إلى هذا المعرض الذي هو نوالي المشاريع سيطلق خلال الأيام القاتفة وسوف يتم فيها مشاركة الطلاب في المحافلة الدولية وأيضا تصفيات نهائية في مدينة الخبر خلال المعرض المجمع في الخبر نتحدث بشكل موسع عن هذا المعرض وهذا المنتدى منتدى إبداع 23 في جدة مع ضيفتي الدكتورة حنان الكابس وهي الحاء الكباس وهي مديرة إدارة المهوبين في تعليم جدة في البداية دكتورة انطلاقت هذا المعرض كيف ترونه أنتم داخل إدارة المهوبين جدة وكيف آلية المشاركة في هذا المعرض وكيف هي أهداف هذا المعرض أهلا وسهلا بكم بالنسبة لهذا المعرض معرض إبداع جدة نسع من خلال هذه المعرض العلمية إلى أن ننشر ثقافة البحث الدولي طبعا معرض إبداع جدة انطلقت مسابقة مسابقة الأولمبياد الوطني إلى إبداع العلمي 22 منذ بداية العام الدراسي فقدم أكثر من عشرة ألاف طالب رقدتهم في المشاركة في هذه المسابقة بعد ذلك دخلوا إلى المرحلة التالية لما رحلة تبدأ طوال العام تستمر المرحلة التالية وهي أفعى المشاريع من تعليم جدة تمرم أكثر من 800 مشغول علمي ما بين بحث وابتكار خلال هذه الفترة خلعت هذه المشاريع الثمانمئة إلى التحكيم الإلكتروني نحن هنا الآن نستقطب بحث علمي وابتكار لهذا المعرض معرض الزر جدا نهدف من خلال هذه المعرض إلى نشر تطرق البحث العلمي وابتكار وإلى تنمية روح الإبداع لحقيقة بيئة تناقصية التي تجعل الطلبة ينطلقون منها إلى تمثيل المنكة بحول الأقوة في محافظة الدولة دكتورة نتحدث عن 400 مشروع تم مشاركتها في هذا المعرض كيف كان الاختيار وما هي أبرز الطبوحات لديكم مستقبلياً في إدارة المنظمين في مدينة جدة لاستمرار هذه العملية عن مثل إبداع ومشاركة في المحافظة العالمية نعم بالنسبة للمشاريع العلمية تم ترشيح أفضل المشاريع 400 مشروع من المبدعين والمبدعات من إدارة التعليم جدة خضعت لتحكيم وخضعت إلى الإجان حتى وصلت إلى هذا المعرض نعمل نحن في فريق إدارة الموضوعين من الموضوعات منذ أكثر من شهرين تقريباً على الاستعداد لهذا المعرض وهذه التضاورية والتضاورة العلمية بدأت استقبال المشاريع دخلت على لجنة الأخلاقيات العلمية تم إجازة المشاريع المقدملة تقريباً ثم إلى لجنة العلمية فريق العمل لم يقصد أبداً فيه أنه ساهم وساعد في تطوير هذه المشاريع وتحسينها حتى تصل إلى هذا المستوى نهدف في هذه البيئات الداعية إلى أن نشعر الطالب بأهمية هذه المحافظ وإلى أهمية وأثر الأثر الاقتصادي التي تحتزم هذه الأبحاث العلمية والابتكارات على المدر سلمان كما شاهدنا في هذا المعرض انطلاقها لعدد كبير من المشاريع 400 مشروع تم بحثها في هذا الملتقى وهذا الملتقى الإبداعي لتعليم جدة أيضاً نتحدث عن مشاركة كبيرة سوف تكون في الأمبيات في المحافظة العالمية كما نعلم أن مدينة جدة كان لها النصيب الكبير خلال الأمبيات أو معرض أيسف في الولايات المتحدة بمشاركة سبعة طلاب وأيضاً وصول إلى عدد كبير من الجوائز للمهوبين والمبدعين هذه أبرز المشاهدة لدينا سلمان والعودة إليك أعطيك العافية من جدة مراسل الإخبار السعودية الزميل عبدالله الخرجي شكراً جزيلاً لك عبدالله ولضيفتك الكريمة أطلقت الإدارة العامة لجودة التدريب المرحلة الأولى من منصة قياس جودة المهارات العملية لقياس وتقييم المهارات العملية للمتدربين والمتدربات عبر منصة التدرب الإلكتروني كما أطلقت مؤسسة التدريب التقني عدداً من المبادرات والجوائز والمكافآت التي تهدف إلى تشجيع التنافس بين المتدربين والمتدربات نحو التفوق والتميز تنظم هيئة الأفلام اليوم لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان صناعة المهرجانات السينمائية وذلك بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بقطاع الأفلام ويهدف اللقاء لفتح باب الحوار والتواصل مع الناشطين والمهتمين بمجال المهرجانات السينمائية ومعرفة احتياجاتهم والمعوقات التي يواجهونها أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن انضمام عشر شركات عالمية ومحلية للبيئة التنظيمية التجربية للتقنيات الناشئة وذلك بهدف خلق بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي الخدمات والحلول والمنتجات المبنية على التقنيات الناشئة في المملكة وتساهم في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الاستثمارات المحلية عبر ابتكار حلول وخدمات في بيئة تجربية ذات تنظيمات مرنة كما تخدم هذه التقنيات قطاعات مختلفة ومتنوعة كقطاع الاتصالات والصناعة والصحة والطاقة حيث تتيح الهيئة عبر مبادراتها مساحة آمنة تساهم في نضج الابتكارات القائمة على التقنيات الناشئة وتعمل على تعظيم الاستفادة منها للقطاعات الأخرى انطلق في الرياض اليوم ملتقى أبشر في نسخة الثامنة حيث شهد تجشين عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة في منصة أبشر وتطبيقات جديدة تخدم أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار كما استعرض الملتقى ثمانية إنجازات للتحول الرقمي بوزارة الداخلية خلال عام 2022 كما تم تكريم الجهات المتميزة في التحول الرقمي بوزارة الداخلية أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة كاشتا بهدف إبراز الحدائق العامة والمعالم التراثية والحضارية في محافظات المنطقة وستسهم المبادرة في توفير تجربة اجتماعية فريدة من نوعها بالإضافة إلى تشجيع الطاقات الوطنية لتستعرض منتجاتها في سوق مفتوحة وإيجاد بيئة مناسبة للمشاركة المجتمعية التي تمثل دورا محوريا في تفعيل الحدائق العامة وجعلها أكثر حيوية شارك برنامج جودة الحياة وجمعية أفاق خضراء البيئية في زراعة خمسة ألاف شتلة في منتزه أم الشقوق بمحافظة ثادق وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع بنك الرياض لزراعة أربعة ملايين شجرة في المملكة خلال عشر سنوات بالتعاون مع الجمعية ضمن مبادرة غرس اليوم مستقبل بكرة حيث شارك في هذه المبادرة مئتا متطوع ومتطوعة من منسوبي البنك وبرنامج جودة الحياة وعدد من طلاب وطالبات جامعة الأميرة نورا وجامعة المعرفة ومدارس الغد الأهلية تشهد منطقة القصيم موجة باردة حيث وصلت درجات الحرارة لنحو عشر درجات وسط توقعات من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة على المنطقة وللمزيد ينضم إلينا من عنيزة مراسل أخبار السعودية الزميل عبد المجيد الروقي أهلا وسلام بك عبد العزيز وحدثنا عبد العزيز متى ستنتهي هذه الموجة الباردة وهل نزول الأمطار في وسط الشتاء جعل درجات الحرارة منخفضة بهذا الشكل مساء الخير سلمان تحية طيبة لك ولجميع السادة المشاهدين بالفعل موجة باردة على معظم مناطق المملكة قبل عدة أيام أيضا يوم أمس هطلت أمطار متوسطة على منطقة القصيم هذه الموجة الباردة متى ستنقضي كل هذه التساؤلات سينضم إلي للحديث الدكتور عبد الله المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية للحديث أكثر حول هذه الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة وعلى منطقة القصيم أهلا وسلام بك الدكتور عبد الله وحدثني أكثر عن هذه الموجة التي تمر على منطقة القصيم وعلى عموم المملكة أيضا متى ستنتهي هذه الموجة الباردة الموجة الباردة بدأت تقريبا ووصلت إلى الوسطى ليلة البارحة وتعتبر هي الأشد في هذا الموسم وتعتبر المربعانية قبيل هذه الموجة مربعانية دافية نسبيا وهذه الموجة أيضا تعتبر وفقا لمعايير المربعانية المعتادة والمعروفة تعتبر موجة باردة معتدلة إلى حد ما وهذه الموجة سوف تتراجع خلال 48 ساعة عندما تبدأ حالة مطرية هي العاشرة في هذا الموسم يوم غد من منطقة مكة المكرمة وتمتد ناحية غرب منطقة الرياض وسوف تستمر بإذنه تعالى هذه الحالة المطرية لبضعة أيام هذه الحالة المطرية بإذنه تعالى هي العاشرة ومتوقع أن تكون متوسطة إلى شبه غزيرة في منطقة مكة المكرمة وعندما تنزل الأمطار متوقع أن تعتدل درجات الحرارة وتخف حدة البرودة التي يستشعرها الناس في المناطق الشمالية والوسطى على وجه التحديد هل موعودين في قادم الأيام دكتور عبدالله بدرجات صفرية على منطقة القصيم؟ حتى عشرة أيام قادمة والله أعلم لا يلحو في الأفق أي موجة باردة قارسة البرودة تصل إلى الصفر ومدون الصفر ومذاك إلا لأن الأيام القادمة لأكثر من أسبوع سوف تعيش بعض مناطق المملكة العربية السعودية أجواء ماطرة والأجواء الماطرة تتزامن مع وجود منخفض البحر المتوسط أو منخفض السودان والبحر الأحمر الذي سيتوغل بإذنه تعالى ناحية أجواء المملكة العربية السعودية الأمر الذي سوف يرفع من درجة الحرارة تزامنا أيضا مع نزول الأمطار بعد عشرة أيام الله أعلم قد تختلف التوقعات وننتظر المستقبل القريب وما تفيد به النماذج الرياضية بعد عدة أيام بإذنه تعالى هل سيكون هناك نصيب لمنطقة القصيب من الأمطار المتوسط التي سوف يتوقعون بها خلال الأيام؟ الله أعلم أن ذروة الأمطار والنصيب الأوفر سيكون لمنطقة مكة على وجه التحديد وسط وجنوب مكة امتدادا إلى الباحة ومن ثم إلى غرب وسط الرياض هذه المنطقة أو هذا المثلث من جدة إلى الباحة إلى مكة هذا المثلث متوقع أن تكون الأمطار خلال الأيام القادمة ما بين متوسطة إلى شف غزيرة بإذنه تعالى بقية المناطق موعدة بإذنه تعالى بتوقعات تختلف ما بين خفيفة إلى متوسطة شرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية الغربية وأيضا التغيرات والتبدلات واردة جدا فنواصل المتابعة بشكل يومي حتى نتأكد من هذه التوقعات إذن كان هذا حديث الدكتور عبدالله المسند عن الموجة الباردة التي تتمر في معظم مناطق المملكة وعن منطقة قصيم سوف تنحسر بمشيئة الله هذه الموجة الباردة خلال الثمانية واربعين الساعة القادمة نعم إذن أخبار مبهجة ومبشرة بالخير عبد المجيد حسب الدكتور يعطيك العافية من عنيزة مراسل أخبار السعودية الزميل عبد المجيد الروقي شكرا جزيلا لك وكذلك شكر موصول لضيفك الكريم هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تبدأ من الخميس حتى الجمعة على المناطق الغربية وعسير تسبب جريان السيول وتمتد بمشيئة الله شرقا حتى تصل إلى المنطقة الوسطى وجنوب الرياض مع انخفاض في درجات الحرارة أصدرت إدارة توقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني لأرصاد تقريرا عن هطول أمطار واستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة بإذن الله تعالى ابتداء من يوم الخميس حتى يوم الجمعة ومن يوم الأحد تستمر هذه الحالة حتى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى سحب ركامية رعدية ممطرة وأمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة على السواحل من منطقة مكة المكرمة ابتداء من يوم الخميس وتزداد شدة هذه الحالة الجوية يوم الجمعة والسبت على سواحل منطقة مكة المكرمة وكلما اتجهنا شرقا كذلك الحال على الزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة والسواحل منها نتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال جريان السيول لذلك نلف الانتباه خاصة على الزاء الشرقية والجنوبية من منطقة مكة المكرمة وتستمر هذه الحالة الجوية بذل الله تعالى لتؤثر على سواحل منطقة عسير وكذلك الحال على مرتفعات من منطقة عسير ومنطقة الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكلما اتجهنا إلى الشرق متوقع حطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمالية جرائن السيل والسيل من قول لذلك نافت الانتباه وتؤثر هذه الحالة مع انتبداد من خفض البحر الأحمر إلى المناطق الوسطى من المملكة وخاصة المناطق الجنوبية من منطقة الرياض وتشمل العاصمة الرياض بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة كذلك الحال تتأثر مناطق وسط المملكة في القصيم وفي منطقة حائل وكذلك الحال على أقصى المناطق الشرقية من المملكة والشمالية الشرقية بهذه الحالة الجوية في بداية الأسبوع القادم ولا يستبعد في نفس الفترة بإذن الله تعالى أن تؤثر بعض الأزائي الساحلية من القطاع الشرقي بالسحب الركامية الرعدية ولكن هطول أمطار متوسط في مجمله على القطاع الشرقي من المملكة وأبتداء من الأسبوع القادم تعاود هذه الحالة نشاطها مرة أخرى على نفس المناطق المذكورة المرتفعات منطقة مكة المكرمة والسواحل مرتفعات منطقة عسير والباحة والسواحل كذلك الحال على مناطق وسط المملكة والقطاع الشرقي ومعظم المناطق الشمالية من مملكة نتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا متوقعة على هذه المناطق وبإذن الله تعالى تكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا خلال 24 حتى 48 ساعة القادمة على مناطق شمال المملكة ونتوقع بإذن الله تعالى في نهاية هذه الحالة الجوية انخفاض وعودة انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة وعلى سواحل منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية وسنكون إن شاء الله في تفاصيل أكثر خلال نشراتنا القادمة هذا والله تعالى أعلم وختاماً تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة تدشين 26 مشروعاً بمنطقة عسير بتكلفة تجاوزت 300 مليون ريال حرص الحدود يحبط محاولات تهريب أكثر من 29 طناً من القاتل المخدر وأكثر من طن من مادة الحشيش النيابة العامة تلزم مواطناً بإعادة 55 مليون ريال وتغريم أكثر من مليوني ريال لمخالفة السوق المالية شكراً لكم مشاهد الكرام على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة